بعيد أعلان ثلاث دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين ردت إسرائيل سريعاً بإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات سابقة في الضفة كان يحضر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها قبل نحو عشرين عاماً مفهوم فك الارتباط في القانون الدولي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيداً للانفصال حتى تتحقها لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها ويعتبر قرار فك الارتباط بالضفة الغربية خطوة أحادية الجانب ظهرت في عام 2004 ونفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أريائيل شارون في 2005 وأخليت بموجبها مستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال ويتضمن قرار فك الارتباط عدة بنود أبرزها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية بالإضافة إلى انسحاب جيش الاحتلال من داخل قطاع غزة كما يتضمن القرار ترك البنية التحتية المدنية مثل المنازل والمدارس للفلسطينيين بالإضافة إلى إعادة انتشار جيش الاحتلال حول قطاع غزة لا توجد إحصاءات توضح عدد المستوطنين المتوقع عودتهم إلى المستوطنات الأربع بعد إلغاء فك الارتباط لكن يعيش نحو أربعمائة وواحد وخمسين ألف مستوطن في مائة واثنتين وثلاثين مستوطنة ومائة وسبع وأربعين بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى مائتين وثلاثين ألفا بمدينة القدس الشرقية وفق منظمة السلام الآن الإسرائيلية القرار الذي أعلنه جالانت ست في العشرين من مارس الماضي وبمجبه ألغي القانون وذلك مع مطالبة حكومة بن يمين تنياه اليمينية بتعزيز النشاط الاستيطاني في الضفة برغم الضغوط الدولية الرافضة لذلك ويؤكد مراقبون أن النتائج المحتملة لهذا القرار تعقيد جهود السلام والمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحديدا أن المجتمع الدولي يعارض خطط الاستيطان الإسرائيلي ويعتبرها غير قانونية وتعرقل حل الدولتين بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستزيد التوترات بين المستوطنين والفلسطينيين وقد يؤدي إلى تصعيد العنف والموازهات المسلحة